لأول مرة في تاريخ إيران يجري انتخاب هيئتين وطنيتين حكوميتين في آن واحد مجلس الشورى أي البرلمان المؤلف من 290 مقعدا ومجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعدا وهو الهيئة التي تختار الزعيم الأعلى للبلاد ودعي نحو 55 مليون إيراني إلى انتخاب أعضاء المجلسين في أول اقتراع منذ توقيع الاتفاق النووي في تموز الماضي الذي يعول عليها الرئيس حسن روحاني لتعزيز موقعه في مواجهة المحافظين وفيما تتواصل عملية فرز الأصوات ووفق النتائج الأولية للدورة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى في دائرة تهران حققت قائمة أميد أي الأمل التي شكلها أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني من إصلاحيين ومحافظين معتدلين انتصارا كاسحا بفوزها بجميع مقاعد العاصمة الثلاثين وحل على رأس مرشحي لائحة الأمل التي تضم سبع نساء الإصلاحي محمد رضا عارف والمعتدل علي متهري الذين حصدا ما يفوق مليون وخمسمائة صوت يليهما المحافظ المعتدل كاظم جلالي وهو نائب حالي وسهيلة جولادار زادة وليس حضرتي وانتصار قائمة الأمل في العاصمة الإيرانية يسمح للرئيس حسن روحاني بمواصلة سياسة الانفتاح التي باشرها في إيران أما في باقي البلاد فيتقاس مرشح لائحة الأمل والمحافظون الأصوات مع مرشحين مستقلين لم يكونوا مدرجين على أي من اللائحتين الرئيسيتين بحسب النتائج الأولية بالتزامن فجرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس خبراء القيادة في محافظة تهران مفاجأة من العيار الثقيل حيث سقط إسماء رئيس مجلس خبراء القيادة محمد يزدي والأب الروحي لجبهة الصمود محمد تقي مصباح يزدي من قائمة الفائزين في حين حل رئيس مجلس سيانة الدستور رجل الدين المتشدد أحمد جنتي في أسفل القائمة حاصلا على المرتبة السادسة عشرة وأظهرت النتائج اكتصاح الإصلاحيين بزعامة رفسنجاني سناديق الاقتراع في تهران وتصدر الفائزين بانتخابات مجلس خبراء القيادة حاجزا لنفسه المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات يليه حليف محمد إمام كاشاني في المرتبة الثانية متقدما على رئيس الجمهورية حسن روحاني الذي حل في المرتبة الثالثة يذكروا أن النتائج النهائية الشاملة للانتخابات البرلمانية لن تصدر قبل الثلاثاء المقبل في انتظار مصادقة مجلس سيانة الدستور عليها